الخصومة كبيرة بين الشعب وبين الشعب كبير 20 مليون في عهد حسني مبارك تحت خط الفقر تحت خط الفقر 12 مليون يسكنون العشوائيات يعني الحصيلة كبيرة جدا فساد تعليم فساد صحة فساد تعليم فساد في كل شيء كان أصبح الفساد انتشر وحسني مبارك ترحل في أيام الأخيرة وكان لا يدير الدولة إدارة ولذلك أنا أقول برضو شهادة للتاريخ حسني مبارك كان يرفض رفضا تاما أن يتولى ابنه خلافته والحكم ويرى انتمائه للمؤسسة العسكرية في يوم في أواخر التسعينات كان أصيب حسني مبارك بالإغماء أو في أوائل الألفينان نتيجة كان عنده الأزن الوسطى التهاب فأغمي على حسني مبارك فجي حسين تنطاوي أغلق أغلق البرلمان كان في البرلمان ومنع الناس أن هما يخرجوا من البرلمان صفوة الشريف وعلاء مبارك والوزراء طبعا اعترضوا اعتراض شديد حبسهم تنطاوي ودي كانت مؤشر كبير جدا أن الجيش بيده مقاليد الأمور فراجعوا الحسن مبارك يعني يعطبوا تنطاوي ويشكولوا أنه هيتخذ موقف ضد تنطاوي إزاي ياخد الرئيس في سيارة إسعاف ويحبس كل الناس قال لهم بالحرف الوحيد أن أمن الرئيس وحياته بيد القوات المسلحة كلام صريح وتناقلته بعض الدوائر القريبة من الإعلام والصحافة وعلمنا به أن الأمر لا حسن مبارك عارف أن الكرة الملعب عند مين الملعب عند القوات المسلحة ولذلك سوزان مبارك حينما ضغطت على مبارك لتولي ابنه وانفرط العقد من يديه على طول استغلوا فرصة الثورة ولم يقيموا ثورة لإزاحة حسن مبارك والانفراد بالحكم لصالح السيسي مع الأسف محمد عفان يقول ظاهرة الحزن والتأسف على الدكتاتوريين الراحلين وتناسي جرائمهم والتماس الأعذار لهم هي ظاهرة متكررة في الخبرة البشرية وتسمى في العلوم السياسية بمتلزمة شبين الكوم ماذا يعني يستهزئ؟ لا هو بص حضرتك من جرب الكية نظر بيقول كلام واضح وحكمة من جرب الكية لا ينسى مواجعه ومن رأى السمة لا يشقى كمن شرب اللي تكوى بالنار ما ينساش يا فندي والدماء لا تنسى والأرواح التي زهقت لا تنسى ترجمة نانسي قنقر tactical اشتركوا في القناة